السلام عليكم اخواني اخواتي يومي شاء الله نشارك معكم طريقة تنقية ديال القوك نما كتشوفوا هنا نقص له شوية من ذاك جدر دياله ناكن نقى بها الطريقة هذي غنحيد ذاك الورقة الصغار كلهم اللي في الجناب لانو ذاك معدنا ما غن ندرو بهم فهناي كنحاول اني نحك عليها شوية ذاك الحامض بشك ما يكحاشرين وبعد كنحاول نقشره شوية بحش كل طريقة ديال البطاطا يعني وغادي هكا بشك يجينا سهل وضغية كيتنقى يعني ما كياخدش نالواقس بزاف صافي من بعد هنا ضروري غن ندوز عليه ذاك تدوزة ديال الحامض هنا غادي ناخد ذاك الوسطاني غادي نحيده كله في مرة واحدة وهنا غادي نحاول ان نحيدك جنبات شوية كنو بقاولي واحد شوية ديالجناب هكا مش انت فين صفاك نحيدوهم ومن بعد غادي نعود ندوز عليه هكا بالحامض مش ميكحاش كما كتعافل ومن بعد غادي نحيد له ذاك القلب وغادي ندوز عليه ثاني بالحامض في كلها تنقية واحد شوية كنا عادي ندوز بالحامض هنا يسافي بالنسبة لها اللي بغي طيبه كي طيبه ولي بغي يحفظ فيها رم طابية الحال هنرا كيصبره فراه كيصبرت المدة دي الواحد المدة طويل لكيبقى هكا لكي تصبر وهنا يا كما كتشوفون هاداك غادي نحيد لي هاداك جدر دياله وصافي غادي نحاول ندوز له هكا الحامض غادي نرقده في الماء والحامض فش غادي نرقده باش هكا ميك حالش لي اعبا كانت من هادي الفيديو هدينا الإعجاب ديالكم هنا كنا باشكو جميع متتبعين لي من المغرب وغير المغرب وهنا كما كتشوفو هاداك غادي نحاول ندوز عليه الحامض مزيان باش ميك حالش